وفي بغداد حيث تتسارع الحسابات والتحديات وقف النصاب مجددا عائقا أمام عقد جلسة البرلمان والتي قد تكون الأخيرة قبل العطلة التشريعية حيث عدم الاتفاق على خارطة تقاسم رئاسة اللجان والمناصب الخاصة عطلت عقارب ساعة البرلمان ولربما إلى الخميس المقبل الجلسة المتوقعة قد تحمل اتفاقا على توزيع أهم رئاستين وهما المالية والنزاهة بين دولة القانون والسيادة بينما يعيد الجميع ضبط توقيتات وصول قانون الموازنة الذي سيحسم باقي الخلافات المستندة إلى توفر رأس المال في المناصب والمشاريع وضمن هذه المفاجآت المحصوبة دعت رئاسة الجمهورية والبرلمان إلى الإسراع لتشريع القوانين المهمة ولسيما قانون الموازنة العامة والقوانين ذات البعد الخدمي والاستثمار وتنشيط القطاع الخاصة وتضافر الجهود واستمرار التنسيق بين الرئاسات لتقديم أقصى ما يمكن من خدمة للمواطنين اشتركوا في القناة